التحقق من وجود مجلد سوف نقوم في هذا الدرس بالتحقق من وجود مجلد فإذا كان موجود سوف تظهر رسالة أن المجلد موجود وإلا يتم إنشاء المجلد حسب المكان المحدد في الزر التحقق من وجود المجلد سوف نستخدم نفس الفئة directory fsystemdirectory.exit إذن الفنكشن الجديدة أو الدالة الجديدة ثم بين قوسين تضع المسار الكامل للمجلد D على test اسم المجلد test إذا كان موجود أظهر رسالة أن المجلد موجود else وإلا سوف يتم إنشاء المجلد المحدد حسب ما تعلمناه السابقا الآن عند التشغيل لاحظ هنا القرص المحلي D الآن التحقق من وجود المجلد بما أن المجلد غير موجود سوف يتم إنشاءه أما بعد إنشاءه إذا نقرت الزر نفسه سوف تظهر الرسالة أن المجلد موجود ترجمة نانسي قنقر